اخبار اليوم قبله متى يكون احرى القبول باي شيء يدعو المسلم نقاط كثيرة جدا تعالوا في هذا اللقاء دبي قيمة الدعاء في الاسلام او مكانة الدعاء في الاسلام لكي يكون كلامنا كلاما حاسما بلا رغي ولا اطناب ولا حشو نبدأ من اول الصدر الدعاء يساوي النداء ومعنى النداء ان العبد ينادي ربه ويرجوه ويسعى كل ساعة كي يجيب الله بدعاء لا يمكن ده يحصل الا من احساس العبد لانه ليس في غنى عن ربه ومن ثم تأتي قيمة الدعاء بانه عبادة العابد في حاجة شديدة الى المعبود اساس هذه الحاجة ضعفه هو ضعيف وان اوتي من الاسباب ما اوتي ليكن غنيا ليكن دا منصب ليكن دا كرسي جبلت الحياة الدنيا وفتر الناس على انها دنيا الاغيار وان لا كرسية يبقى ولا مال يبقى وانما الكل مصيره الى زوال وبالتالي يسأل الغنيل ان لا تزول نعمه ويسأل الفقير ان يغنى ويسأل الصحيح ان تظل صحته قائمة يستمتع بها ويرى اثارها على نفسه على مجتمعه على دنياه ويرجو المريض ويدعو ان يشفى يدعو الموفق ان يستمر موفقا ناجحا ويدعو غير الموفق ان يحالفه التوفيق في كل الاحوال يبقى قول الله تبارك وتعالى قائما يا ايها الناس فلتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد غني عنكم غني عن العالمين انتم اهدين في حاجة الى الله ربكم تتمثل هذه الحاجة في كل شأن من شؤون الدنيا بل في كل شأن من شؤون الاخرة ولذلك لا يفطن الناس الى فقه الدعاء في القرآن الكريم يعني عندما نتحدث عن الملك نتحدث عن العنى نتحدث عن رفاهية العيش يذكر الناس قول سليمان عليه السلام ويقولون ربح هذا بملكا لا ينبغي لأحد من بعد وانا اقول الآية ليست هكية مخطئ من زعم أن الآية هب لي ملكا قبل هب لي ملكا قال رب بفرن وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من الله نحن لأننا في عام الأغلب صرع حاجاتنا وعشاق دنيانا فنركز على الملك لكن نبي الله سليمان عليه السلام دعا أو سأل ربه المغفرة قبل الملك فالدعاء لصالح الآخرة والدنيا وهذا ما سوف نلتقي معه أكثر من مرة أو في لقاءات أخرى لكن تتجلى قيمة الدعاء ومكانته في الدين بأنه عبادة وقال استجلى العلماء على أن الدعاء عبادة بقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجلتكم ثم قال بعد هذه الآية رسولة الغافر على اليمين في المصحة أنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبادتي مربها الدعاء لأن الآية سابقة على هذه الآية التي توعد الله المستكبرين أنه يدخله من نار داخلين مزلولين ومحشورين وسيقى الذين كفروا إلى جهنم الزمر كما سيقى الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمر لكن شتاب ما بين زمر تدخل جهنم والعياذ بالله لا يمتع بعضهم بعضا وبين زمر تدخل الجنة وتستمتع بهذا النعيم الدعاء عبادة ولذلك لا يوجد عبد في الوجود لا يدعو الله مولاه سبحانه حتى نلتقي في لقائم قريب أستودع الله دينكم وخواتين أعمالكم وأرجو لكم الخير كل أورو لقاء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة